السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كلها انسانية كلها في العالم كله. اليوم سوف نتكلم عن مشكلة الاسكان وهي اخطر مشكلة في العالم كله. في هذه الحلقات سوف يقدم ورقة العمل هي الافضل هي الافضل على الاطلاق. هي الافضل على الاطلاق في العالم كله. هي تمثل افضل السياسة اسكانية. تمثل افضل ورقة عمل البشرية. تمثل الورقة العمل احسن ورقة متوافقة مع الشريعة الاسلامية. مشكلة الاسكان في العالم هو مشكلة وهمية. ده واقع الحال. ليه? بدليل الدليل. الدليل ان عدد الشؤى في بلدك اينما تكون او عايش. اه عدد الشؤى لخالية جدا 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 جدا. البناء اللي تم بنائه بوسطة الاهالي. اه ثمنه عالي جدا. اه على سبيل مثل مصر في احصاء سنة ستة سبعين كان عدد الشؤى الفاضية اه تلتمية وستين الف شقة. اه في احصاء واحدة من كان واحدة وتمانية من عشرة مليون شقة. في حتى في الفين وعشرة كان حسب الاحصاء الرسمي كان عشرة مليون شقة فاضية. يعني هذا كان في مصر السنوات القادمة. ما تم بنائه بعد بالمليارات. في الصين في حسنية سابقة كان فيه ستين مليون شقة في الصين فارغة. اذا ما فيش مشكلة مشكلة اسكان من معنى المادي. انما مشكلة اسكان تحتاج الى تشريع. وهو ما تقدموا ورقة عمل وهو افضل تشريع على مستوى العالم كله. وتمنى ان العالم كله يشارك فيه. سوف ترجمه الانجليزية ايضا. اه لكن قبل ان نخش في موضوع الورقة العمل سوف نتكلم في هذه الحلقة عن اسباب مشكلة الايه? الاسكان ودول ورقة العمل. حتى لا يكون ان كلام مفاضي خلاص. انما عشان ازبط بالدليل وهذا ما سوف اكده في الحلقات القادمة ان هو الورقة العمل الافضل على اطلاق. احل مشكلة المياه. ازاي مشاكل كبيرة جدان في العالم مش هتحل الا من خلال هذه الورقة كانت. mark website anew housing حل مشكلة المواصلات. حتي ان يحل مشكلة المياه الا من خلال ورقتها هذه العمل. كذلك مشكلة اسكان لن تحل الا من خلال ورقة عمل. لان اسمار العقاري هو اخطى هذا العصر. هو اكبر ضرر التعاني منه الانسانية الآن. فلابد من لا بد من تهزيم الاسمار العقاري وقتله. وجعل العقارى في خدمة في خدمة التنمية. وليس كورقة استثمارية. اول سبب في مشكلة اسكان هو تغير نمط البناء. يعني انا زي ماكا الناس بتبني بالطوب الناي بالاخشاب. كلم لكله بعمل ادواتي ادوية. الناس بتبني بنفسيها احيانا. فالتكلفة كانت قليلة جدا. انما في العاصر الحالي بيدي استخدم الاسمنت باستخدم الحديد. او ناشا. اعادة بناء في الموسيقى في الموسيقى المية. والتكلفة كتير جدا. وعايز خامات. فالتالي التكلفة اصبحت عالية جدا. مقارسة بالايه بما سبق. وهذا احدى الاسباب. لكن الناس لن تستطيع ان ترجع الى النظام الايه القديم من الصعب ترجع الى النظام الايه القديم. فما الحل؟ الحل ان ورقة العمل هتقدم قرد الحسن بدون فواد الراغب في البناء. يعني اذا للمعظم الناس ما عنداش قدرة المالية هتبني البيت مرة واحدة. يعني بفترة زمنية معين. انما هددوا قرد وستددوا يصاب بدون ايه? فوائد. وهذا هو الافضل المتاح في العلم ككل. وسوف نقارن. الحاجة التانية السيكولوجيا الاقتصادية للناس. السيكولوجيا الاقتصادية للناس. يعني ايه? يعني الناس بتميت دايما الى العمل في الاتجاه الاقل قطورة. واقل درايب. فلما تجد هنا قطاعات الاقتصادية عندك ايه? صناع زراع تجارة. فتجد ان الناس بعد عن الصناع عليه. لان فيه مخاطر كبيرة بها في الانتاج في المنافسة في الكلام. انما قطاع از كان امن. مفوش اي مخاطر بتبني. ومستنع عادي يشتري. لجانب معلومات السعر ربما سعره ايه? بيزيل. طب بالنسبة للزراع. كثيرا من الدولة عالم تعاني من نقص المياه. يعني الدولة النهاردة اللي عندها مياه. بكرة ممكن لا تكفيها زع السبين مصري ليمن سوريا العلاءة. وبالتالي تستطيع اعتمد على ايه? زراع كمصدر للايه? للايه? للاختصاد. انما فقط للاكتفاء الايه? ازاد. فالناس بتهرب للايه? قاتلة فاشلة. قاتلة مدمرة. وكمان بضفى ان الربح عقاري بيصل لتلتمية في المية. اه والربح سريع. ومجال برضو بعض الرؤساء وبعض الزعمال الحكامات تحب تبني مباني او منشآت عساس تبوية تعمل تقدم وهمي للناس. وخوفا من الدخول في متاهة الايه الصناع والزراع. اه وذلك النمور القطاع العقاري سيحدث كبرى على مستقبل البياد لجذبه اموال من القطاعات الاخرى. كذلك كلما تبني اكتر كلما تتعقد مشكلة الاسكان اكتر. ورقة العام هتعمل ايه? هتأدي لتهزيب الاسمال العقاري ثم قتله ووعده. السبب الثالث هو السلع الايجارية غير مناسبة. لعقد الايجار هو زي عقد الجواز. لابد من رضا الترفين المالك والمستاجر. نجد ان العالم وقع تعطيها السلع القديم. العقد الايجاري القديم اللي هو سبب القيمة المادية وغير مستمع المدة اللي هو القانون القديم. عيوب هذا القانون ان مع كساد العملة وضعف القيمة السلعية العملة بتضعف قيمة القار. زي القار زمان كان بخمسة جنيه في مصر في الاربعينات وخمسينات كان له قيمة له قيمة ليه قومة سلطرية عالية. انما الان ولا شيء. اه. والتاني حاجة بالمالك غير قادر على استعادة ماله. يعني هو العقد المسمى المدة ومتغير القيمة النقدية. هو سهلين من احد الدينية القانونية في الفترة الاولى اللي يجريه فقط. فقط. لكن زيادة عند التجديد باطلة. وسوف نقش هل هي الابة ام لا. سوف اجعلها للاهل اهل الشريعة او اهل الفقه. لكن هو ايه? لكن الواقع الفعل بعدين الدين جعل المستأجر عند تجيج عصفور تحت جدران. المستأجر مش مستقر. يعني اجر شئر المدة سنتين مش عارف. هل اهل مالك اجدد له ام لا? واذا اجدد له المالك غالبا. غالبا بيزود له القيمة الايجارية عنده. فاذا بالتالي فبالتالي المالك المستأجر مش مستقر ومفيش تمقنينة ولا استقرال ليه. فبرضو جماعات في فعمل كرسة كبيرة جدا وقلل محات الزواج. انما ورقة العمل هناك سوف تضع صيغة ايجارية عادلة بين المالك والمستأجر. وبتربط القيمة الايجارية بوزن السلع. اللي هو بمسمى الجنيه العقاري. وسوف نكلم عنه في حلقة مخصوصة. رابع حاجة. وصول بعض المقاونين مالك الصنع القرار والتشريع. بات من مصلحاتهم بقاء المشكلة. بصول عائزها. ليه ليه. وشاعه دائما بوجود نقص كبير في عدد الشقق. رغم من معظم احصائيات اوضحت ان عدد الشقق الخالية والمقلقة دائما اكبر مع عدد اسر. في حاشة ستة سبعين. كان زيادة يشوف عدد الاسر كان بستة مليون كزا. آآ وعدد واحدة السكنية كانت سبع كزا. لازم بالتالي فيه فائد دائما فيه فائد في الشقق. لأ صنع القرار يقول لك عايزين ابن كذا. طبعا هو عندك موجود. لكن هو يقول لك عايزين ابن كذا. لماذا لان هذا مستحط المستثمر العقارين لما وصلوا لماكن صنع القرار. لكن ورقة العامة اصببغ حديث الله السلام على تبنون ما لا تسكنون. هذا موجود من موقع وزارة الاوافل. لحديث ذونا. وفي حديث ثاني قال السبب الخامس. زيادة تسماع العقالي مقارنة بالانشاطة الانتاجيات الاخرى. هنا كلما زاد ضخ الدولة والناس للأموال في تسماع العقالي ستعقد مشكلة السكان. وذلك لانه سيزيد التكلب عن مواد البناء. وبالتالي رفع اسعارها وبالتالي ترتبع اسعار الشغل الجارة تمليكا. وايضا يؤدي الاهزة التوجه لضعف القطاعات الانتاجيات الاخرى. يعني ازاي؟ يعني سبب مثلا الملاكة العربية السعودية. دولة حكومة كريمة مع مواطنية. بتدي ارض وقرض. لكن الناس عندما كله عايز يشتروا. عايز يجيبوا حديده اسماند. فبالتالي لما بيجي بحديد اسماند بلاقي كتير جدا الناس بتتكلم عليها. عشان تبني. فبيلاقي حديد اسماند تتمنه عالي جدا. فلما يبني القرض ما بيكفيش. ما بيكفيش ان هو يبني الوحدة السكانية بتاعته. فزيان بتتالي بسدد القرض وبيبيع الارض وزيان يسمى الارض الايه؟ بالدليل ان في المكان العربية السعودية والأخوات السعودية اكتر من ستين في المية من سعودين مستأكد. وهذا الكلام طبعا اي؟ كدر بالنسبة ل مشكلة اسكان. حيث تقيس مقدار نجاح اي سياسة اسكانية. حيث تقيس مقدار حالات الايجار في هذه البلد. حيث؟ دي نقطة. انما بيضاف الحاجة ان هو هيضعف لما الناس كلها تودى اموالها في ناحية في القطاع السمار العقاري. اذا انت بتجذب اموال من الصناعة والزراعة. الى هذا الاسمار. فبالتالي فبالتالي الناس اللي عايزة تستعجل او تملك تمتلك. هايبوا عنداش قدرة مالية عشان تاخد الاسمار العقاري. بدليل ان لما تسأل الناس عن مسكيتيس كانوا ايضا في شيء كتير. بس اغتمانها غالي. لان الناس صناعيا وزراعيا. الزراعة والصناعة ضعفت. فبالتالي مش يقدر استثمر ايه في العقار. ودي اعزالك ان في مصر في الستينات تاني الاجارة غالي جدا. لكن كان فيه زراعة والصناعة. فبالتالي الناس كانت تقدر تسكن. مقارنة بالقيمة السمينية بلد الحال. انها ورقة العمل ستجعل السكن درورة فقط بشرط الاستخدام. وخفض الاسمار العقاري على مستوى الاستمار الزراعة والصناعة. بدليل انه في الستينات مثلا. رغم ان القيمة الاجارية كانت اعلى من القيمة الاجارية الحالية على اساس الثمانية. الا انه لم تكن هنا لم تكن مشكلة الاسكان محسوسة. بسبب تركيز دولة على الصناعة وارتفاع قيمة العملة المحلية. فاذا بالتالي عندما تستسمر زيادة في العقار انت بتعقد مشكلة الاسكان اكتر في اكتر. ستة قيام الدول بدورة تأمين السكن. دولة كلها فشلة في تأمين السكن عندها من قدرتها. الدولة المادية والدليل على الضعف المادة دي هو القفض الحادي في حجم القروض. يعني في دول مصر قرابة مصر كان في الفترة من فترات كان يعني انه حدثين مليار سنة واحد الاثنين واثنين 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 واثنين. انتخافض الى خمسمية خمسين مليون جنيه. هذا يعني يعني يؤكد عجز الحكومة مساعدة عن تربيت بناء الوحدة القصادية. وطلبت باشتراك القطاع الخاص. وده دليل الالتجاة الدولة كتيرة للقطاع الخاص كحل يعني تساعد الحكمات في البناء. دليل ان مفيش حكومة في العالم من الميزانية السيارة بتاعتها تقدر تحل مشكلة الايه السكن. باضافة الى حاجة ان هي طبعا السكن مش مجرد قالب او اربع حيطان انت بتاخده مخلص. انما لابد انك توافق مع ترتاح الى السكن وايه تصميمه. تاني حاجة سوء استخدام نظام التخصيص اللي بمناقل عليه عميد تفضيل من الشخص اللي تاخد السكن ولا ما يخدش السكن. وبعض الدول بتعمل بنظام النقاط يعني تشوف ايه الاكثر احتاج للسكن فبتتديره. هذا الكلام طبيعي ببعض الناس بتتلاعب في الاوراق فبتاخد سكن بتاخد سكن. فده اوجد في الاخر ونظام التخصيص بهذه الطريقة. اوجد اوجد سكن بلا ساكن. الناس عندها عندها الاوراق او عندها نقاط تاخد السكن فبتتصل عليه مجرد ان تتاجر فيه او تعمل فيه. انما ورقة عمل بتحوز دول الدولة من دول التأمين الى دول التمكين. بالضافة الى حاجة بتعمل النظام في الفرقة عمل بيلغي نظام التخصيص بل بيجعل الشخص نفسه ان هو لازم يسكن فعل سكنه. اذا بالتاني انت بتحول مشكلة السكن ما بتخليش مشكلة ان هو السكن بلا ساكن. اه خالص. الحالة السابعة اللي هو التدخل المستثمر الاجنابي اللي هو الساقط ديق المتوحش. اه استدل اللي هنا بحاجة الرئيس مجلس الدولة للشركة المعملية ده الكلام ده كان جاية شغل في مصر قال ان انا جي انا كمستثمرين ولسنا مؤسسة اجتماعية. انه محل لمشكلة الاسكان هو مسئولية الحكومة. وهذا حقيقيا ما فيش حد يجي من دولة عشان حط الفلوس في استثمر في مكانه بدون ما يكسب منه. طب اذا بالتالي اذا بالتالي مستثمر اذا بالتالي ما يجي يخش. اذا يستثمر العقارية هزيد. اذا هزيد اتخاذها بعد موادة البناء. وزيد اتخاذها. بالتالي يتفع حسار العقارات. وهذا اثر بالسلب على الميزان التجاري. في النهاية مع الدولة اللي منها المستثمر. لان المستثمر هييربح ويمشي. مساء على ذلك مسلا في مدينة ستكتور في مصر احدى المدن في مصر. اه كان كان انسكن مسلا شقة عدود خمسين الف جنيه. لما جمع الاخر علاقين وسط حوالي تمانين الف جنيه. اذا بالتالي هو جيه كسب يستغل ومشي. وكزاك الناس اللي بتيجي تبني عقارات ايه بتعقد مشكلة سكان اكتر. ورقة عامة دورها ايه? هتجعل سناعة العقار وملكيته محلي. انما هيسمح فقط للاجانب بالاجار. يعني مفيش اجنبي هو هيبني العقار او منتلك العقار. انما هو له الحق ان هو اجر زي مصير فقط. وهذا فيه افادة كبيرة للبلد. خطو تمنى اللي هو تركيز الانشاطة الاقتصادية والاقتجارية في اماكن معاياسة. بمثال في مصر تركيز الانشاطة الصناعية في خمس محافظات اللي هي حوالي النيل يعني زي القاهرة اسكندرية محلها جزا. ده بيعدى لتكدس. وبالتالي اتفاع السعار المباني في تلك المناطق. في اجمالا ارتفاع السعار. والتكدس احدى الوسائل الذي يستغلها السمار العقاري في رفع قيمة العقار. وانما نتكلم على مؤمرة السمار العقاري على الدولة وعلى قطاع الاسكان القصوصة. السمار العقاري افه. انها ورقة العامة التي تعمل هي هتاقى تؤدي الى اعادة توزيع السكان والاعمال. واعادة تخطيط المدر من اول ويه. بطبعا هذا الكلام مش مش فوري. انما هيكون على مراحل بما لا يؤدي الى اي درار الميزانية العامة. تدخل البنوك في النشار العقار. عموم البنوك هي قيان اقتصادي قائم على اموال الموضعين. وهؤلاء الموضعين ياخذون اموالهم فايدة من البنك. يعني الموضع بياخد فايدة من البنك. والبنك لازم يكسر كمان. اذا بالتالي هو هو البنك داخل كشخص يربح. فاذا بالتالي لازم يحصل على فايدة كبيرة. مما يزيد خدرة العقار المقترض او ايجارا او تمليكا. او من المقترض نفسه كمان. يعني لما يجيها حديرك تطارد من البنك ايه في لسارة شنو يبني. اه ورقة العمل. اه والزروفات هي تطارد قرود قرود حزب بن فايد وعلاقصات مناسبة. اه وتمنع تدخل الدولة اه في العلاقات الايجارية سواء بالتسعير او بالتأميم. هنا تمنع تدخل الايه للدولة. انما هتعمل علاقة جديدة جديدة. اه عشر حاجة كثير من الدول عند حدوث الازمات تدخل في العلاقات بتخفيض الاسعار او بالاسعار او بالتسعير. يعني في الدول متقدمة من ذلك الالمانيا هناك حد يعني في دول بيتدخل. لان عارفة موضوع الايجار موضوع مش محبوب. وحتى اسلاميا هو الايجارة المسكن هو استثناء شرعي فقط. ان ولا يجوز لمستاجر لا يجوز لشخص. ان يكون مستاجر الا لضرورة. السكن مجرد ان الاجارة المسكن هي ضرورة فقط. تسقط الوجهة. مثل ذلك المانيا هناك حد اقصى او استرشادي بعض المقاطعات لقيمة الاجارة. في الامارات الحد الاقصى لازالة الاجارة الاقود سنويا لا يزيد عن سبعة في المية. لان رغم ان الاقصاد حر ومش اقصاد حر. لكن في موضوع الايجار عرفين هو موضوع ضرر ومؤثر. في مصر في سنة الحرب العالمية ثانية جمدت الحكومة لقيمة الايجارية. بل سامحت بامتداء العقود الايجارية. ا left and SOA من عمالna the 21 سنة سبعة عربين. وبعد وقياЕس الساعة رقم بتقفيد القيمة ايجارية ثلاث مرات. وهذا ليس من حق الدولة. لان هذه العلاقة بين اثنين. الدولة ليس لها ان تسعر. ورقة العمل لن تسعر العقارات. سواء او ديارا او تمليكا. انما هتوضح حاجة اه وحدة ايجارية جديدة. هتكون سابطة اصلا عقد. لكن قيمة النقدية مختلفة وهو مسمى جنيه ايجار العقاري. تابعوني في الحلقات القادمة. في شرح ورقة العمل لتهم اي بلد في العالم كله. وهذه احسن سياسة اسكانية في العالم اجمع. والوحيدة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.